اشتركوا في القناة وخاصة بشأن هذه الخلافات حيث أن شيرين قامت بطلب التدخل من صديقها المطرب أحمد سعد لحل أزمتها مع حسام والذي بدور نشب خلاف بينهم بسبب كيام حسام بدور بشيرين لم يكتفي حسام بذلك بل قامت بالتحكم في جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتدخل في كل كبيرة وصغيرة في عملها حيث أنه كان أحد أسباب كيامها بنفي تعاقدها على أي عمل رمضاني في الموسم الماضي على رغم أنها كانت تعاقدت وسجلت أغنية تيتر مسلسل غادة عبد الرازق لحم غزاء ذلك الفعل الذي عرض شيرين للهجوم من كبل متابعيها وجمهرها حيث اتضحى أنها غير مستقرة فنيا وهو ما دفع شيرين إلى مطالبة حسام بالابتعاد عن عملها وهو ما رفضه وقام بترك المنزل والذهاب إلى منزل والده حيث ما كسر هناك فترة ليست كثرة في محاولة للضغط على شيرين وكان قد انتشر تسجيل صوت الحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن خطة ابن حسام حبيب للزواج سيرا من الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك من أجل إنجاب أطفال كما اعترف بحصول ابنه على أموالها واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حسابتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون رجوع إليها مشيرا إلى أن شيرين شخصية ملولة وتطلب منه الطلاق باستمراء وانتشرت تسجيل الصوت بشكل كبير على عدد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفيه أول رد لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال قال إن ماءه سيرة كسب وافتراء وناس عاوزة تخرب بيوت ناس اللي يخرب بيوتهم ده مش صوتي وانتشرت شائعات كثرة حول انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب لكن شيرين نفت تلك الشائعات وأكدت أن علاقتهما جيدة جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله